ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادية الاسبوعية لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر الاجتماعية في بداية الاجتماع وفي إطار التعاون وتنسيق المستمر مع السلطة التشريعية وما يبديه أعضاء السلطة التشريعية من حرص على تقديم الحلول والخدمات الإسكانية المتكاملة للمواطنين أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبل وذلك في ضوء الإطلاع على مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي كما كلف المجلس عادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالإعلان عن تفاصيل الحلول والخيارات البديلة ثم أشاد المجلس بالجهود الطيبة التي بذلتها المؤسسات والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومجلس الأوقاف الجعفرية في إنجاح إحياء ذكرى عاشراء منوها بالتعاون الذي أبداه العلماء والمشايخ الأفاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة وجهود فرق العمل الميدانية من المتطوعين لإحاطة الشعائر بالعناية والمتابعة اللازمة لضمان ممارستها بحرية وأمن ونظام بعدها تابع المجلس قدرة المغزون الاستراتيجي من الأغذية على الاستجابة لاحتياجات السوق واطمأن على توافر مختلف السلع الغذائية وفي هذا الصدد وجه المجلس وزارة الصناعة والتجارة لمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بما يكفل ضمان تلبية احتياجات السوق بشكل مستمر ثم أعرب المجلس عن أصدقي تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بوفاة سمو الشيخ صعيد بن زايد ألنهيان مبثل حاكم أبو ظبي رحمه الله دعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرة آل نهيان الكرام والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء كما أكد المجلس على الدور الذي يطلع به المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في دعم الشباب وفتح المجال أمامهم لمزيد من الإبداع والتمييز وذلك في معرضي تنويه المجلس باليوم الدولي للشباب بعد ذلك استعرض المجلس المذكرات التالية أولا مذكرة اللجنة التنسيقية حول التعداد السكاني لمملكة البحرين والتي أظهرت بأن عدد سكان البحرين في نهاية العام 2022 بلغ مليون وخمسمائة وسبعة وخمسين الفا ومائة واثنين وثمانين نسمة بينما بلغ مليون وخمسمائة واربعة وعشرين الفا وستمائة وثلاثة وتسعين نسمة في منتصف الفين واثنين وعشرين فيما بلغ مليون وخمسمائة وسبعة وسبعين الفا وتسعة وخمسين نسمة في منتصف العام الفين وثلاثة وعشرين ثانيا مذكرات اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية بشأن مؤشرات سوق العمل لنهاية الربع الثاني من العام 2023 والتي أظهرت توظيف 14163 مواطنا حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023 والذي يمثل 71% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي بتوظيف 20 ألف بحريني سنويا حتى العام 2024 وتدريب 7237 مواطنا والذي يمثل 72% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي بتدريب 10 ألف بحريني سنويا حتى عام 2024 كما أظهرت المنشرات ارتفاع متوسط يجور البحرينيين في القطاع الخاص على أساس سنوي بنسبة 6.3% بعدها قرر المجلس مايلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين متحف البحرين الوطني ومتحف زايد الوطني مذكرة لجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 6 اقتراحات برغبة ومشروعي قانون مقدمة من مجلس النواب بعد ذلك أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي أولا تقرير سعادة وزير الخارجية بشأن إنابة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني لحضور المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة ثانيا نتائج أعمال اللقاء التشاورية الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الأولى المشتركة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى ثالثا نتائج الحوار الاستراتيجي ثالث بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة رابعا المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة